اشهد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بمضامين الكلمة التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في اعمال القمة الاولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبية واوضح معالي ان الكلمة اكدت قيم ومبادئ الدبلوماسية البحرينية في اهمية التقارب والتواصل الخليجي الاوروبي تحقيقا للاستقرار والسلام والازدهار العالمي والمنفعة المتبادلة في ظل المشاريع التنموية في المسارات والمجالات كافة كما اشار معالي رئيس مجلس النواب لاهمية ما تضمنته الكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من التأكيد على روح الشراكة الدولية وحث جميع الدول على الانضمام الى المبادرة الحيوية من قبل جلالة الملك المعظم والمتمثلة بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط بهدف تعزيز الجهود لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة واكد معالي دعم الدبلوماسية البرلمانية البحرينية لكل ما تضمنته الكلمة من محاور ورؤى تهدف الى تحقيق الخير والنماء والسلام المستدام للمنطقة والعالم اجمع